في كتير من الاضطرابات العقلية النادرة ولكن بنفس الوقت هي خطيرة على المجتمع والإنسان ومن هاي الاضطرابات هو هوس السرقة يلي هو عبارة عن العجز المتكرر من الشخص عن مقاومة الرغبات بالسرقة صحيح يمكن هذا الموضوع يستغربون الناس اللي عم نطرحه ولكن فعلا في ناس مهوسين بالسرقة لدرجة كنا عم نحكي أنا وأنتي نور مع ضيفنا إنه كان فيه إنسانة تجتري يمكن بيضاعة بقيمة 100 ألف ليرة ولكن تنبسط أو تفرح كتير وتشعر بنشوة لما تسرق شيء بـ 300 ليرة أو 200 ليرة إضافة لهالموضوع كرمال هيك هذا موضوع سمي نفسيا هوس السرقة واله ضرر على المجتمع وضرر على العائلة اللي يمكن بنتمي لأل المصاب هذا الشخص الدكتور جميل إركاب استشاري في الطب النفسي رح يعطينا تفاصيل كامنة وراء هذا الموضوع وطرق التعامل معه وعلاجه يسعد صباحك دكتور يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك خلينا بالبداية نأخذ من حضرتك شو منقصة بهوس السرقة في الواقع حكيتي أنت التعريف المختصر لهذا الموضوع هوس السرقة هو فشل الشخص بشكل متكرر عن أنه هو يسيطر عن الدافع لأنه يقوم بسرقة أشياء الآخرين تحت سيطرة يعني هو شيء استحوازي أو شيء وسواسي كأنه عنده دافع أنه يسرق شيء ما نبيحاجته هذا الشيء ما له قيمي بالنسبة له ما بيغير حياته ما عنده أمني أنه يقتنيه وغير قادر على أن يقتنيه لا هو شيء سخيف سخيف ما نوضمن أولوياته نهائيا فهو يقوم تحت دافع السرقة بيفشل بأنه يمنع نفسه عن أنه يمشي ضمن هذا الدافع ويروح لأنه يسرق لهذا الشيء وممكن لاحقاً يرجع هذا الشيء الذي يأخذه أو يرمي كبه أو يعطيه لأي حدا ولكن فعل السرقة بحد ذاته حقق له نوع من الرضا تماماً إذن هو الفكرة ما نو بقيمة المسروق يعني اللي عنده هوا السرقة ما بيروح يخطط لأنه هو يسرق بنك أو يسرق محل كبير أو يسرق حدا يعني ممتلكات لا هو وهو عم بيقوم بعمل ما مثل ما قلت مثلاً عم تشتري بمئة ألف بالأخير بتأخذ شغلي بكم مئة ليرة يعني نعتبره مثل هدول سرائي الأداحات اللي منشوفهم كتير أنه هي مو بيقيمتها بس أنه خلص شعله حتى بجيبته هيك هو دافع قهري هو دافع قهري كيف الشخص لما يحس أنه مثلاً إذا كان عنده أسواس أنه أنا أدي مصخين وفي الفكرة عم تلحب باله أديك مصخين أديك مصخين أم أغسل أديك أم أغسل أديك فبيقوم بيغسل أديك وأحياناً بيغسلهم كذا مرة فهو نفس الشيء هو عبارة يعني هي كلمة هوس أصلاً التسمية في الواقع هو كتشخيص بالكتب التشخيصية يعني دخل بالكتب وخرج أكثر من مرة من الخمسينات أول مرة بيدخول بعدين انشال من التصنيفات العالمية بعدين عاد للتصنيفات العالمية بالمجمل كلمة الهواس هي بجوز تكون غير كلمة غير مناسبة هو نوع من الدافع الوسواسي هذا الهواس أو هاي الدافع الوسواسي نادر وجوده بالمجمل تمام ولكن هلأ إذا حكينا لقدام رح نحكي أكثر عن مرافقاتهم نفسية أوكي رح نحكي أكيد أكثر وأكثر ولكن دكتور فعلاً يعني نحنا بالمطاعم نشوف بعض الناس سيدات أو رجال أو حتى ممكن يكون بعمر مبكر أطفال المملحة بحطوها بجزدانهم مو لأنه المملحة كتير ملفتة ومن دهب مصنوعة مثل ما ذكرت حضرتك ولكن هذا الفعل بحط ذاته عطاه النوع من الستسفاكشن خلينا نقول لمدة مؤقتة أو دائمة شو الدوافع الكامنة وراء الوسواس اللي بيؤدي للسرقة هلا هون نحكي على نقطتين الدوافع والأسباب الدافع هو دافع وسواسي متل ما قلنا أنه أنا شفت شي جاني يدافع أني أخذه هذا الشي أنا ممكن يكون عندي بالبيت منه عشرات وماني محتاجه ولكن أنا صار مشكلتي هي مع الدافع الوسواسي لأني أخذ هذا الشي فأنا بقول لا ما بدي أخذه بزيد الألاء لا لا ما بدي أخذه لا بزيد الألاء فبرجع بتعامل مع الألاء بإني أخضع له وأمسك وأخذ هذا الشي هذا كدافع هو دافع وسواسي طبعا أما كأسباب فطبعا ممكن تكون متعددي هلا الدراسات ما بيينت علاقة مع الجينات مثلا ولو أنه ما فينا نحكم بهذا الموضوع ولكن بيين أنه نمط التربية ممكن يلعب دور كبير بهذا الموضوع ما فينا كمان نكون أكيدين يعني نحنا إذا بنا نقول عن أسباب هذا الاضطراب ففينا نقول بأنه ليست معروفة بدقة ولكن الدراسات وجدت أنه معظم الناس اللي عندهم هوا السرقة يطابقوا معايير اضطراب نفسي آخر الاكتئاب شائع جدا عند هذول الناس مثلا الاضطراب أصلا شائع أكتر عند البنات أكتر من الشباب هاي الحالة بنشوف عند الصبايا أو الستاتات تمام أكتر وتحديدا البنات المراهقات اللي هني بفترة يعني مكياجات وبكلة الشعر تمام فهي بهاي الفترة أكتر بتكون طبعا ممكن تستمر العمر المتقدم ولكن أكتر هيك إذا ما تمت سيطرة فهدول البنات مثلا وجدوا كمان أنه نسبة القمه العصبي أنوريكسيانيرفوزة عندهم عالية كتير الاضطرابات الوسواسية موجودة واضطرابات القلق موجودة بالتالي في مرافق نفسي بمعظم الحالات لقينا في اضطراب نفسي مرافق لهذه الحالات بعض النظريات ضمن النظرية التحليلية حكت عن شيء له علاقة بنمط الشخصية وأنماط التربية الأسر المتشددة المتزمدة بالتربية اللي بتفرض على أولادها سلوكيات ضوابط صارمة ضوابط صارمة غير مقترنة بالتفسيرات العقلية يعني أنا لما بدي أقول له لأبني السرقة لا يجوز بدي أقدم له أشياء إلها علاقة بالملكية إلها علاقة بأنه أنت ما بصير تكون شيء إليك حاطه بمكان تفقده لأنه حدا ياخده كذا كذا في ناس تبعد عن كل التفسيرات العقلية بتروح نحو التحريم فقط إنه هذا بجوز أو ما بجوز وبالتالي ما بتقدم الشيء الكافي لأنه الشخص يسوي معاملة عقلية فالعبور للفعل بيكون بيكون سهل هون بمعنى أنه أنا لما أفكر بشيء أنا ما عندي كل الأشياء الثاني اللي اللي التفسر لي أنه ما لازم أخذ هذا الشيء فبيكون العبور للفعل أسهل بظل هاي إفتراضات أحياناً بيكون عدم اتساق التربية بين الأب والأم لما نحنا حدا بيعطي رأي والآخر بيعطي رأي معاكس أو نفس الأب أو الأم مرة بيعطي رأي ومرة تاني بيعطي رأي معاكس لنفس الفكرة ويحكي بيوت صرف شيء تاني طمع وبالتالي هون بيكون الطفل بحيرة أنه أنا شو صح شو اللي بدي أعمله وبالتالي ممكن أنه هذا ممكن لحد هلا نحنا نحن 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 نعرف الأسباب تماماً ولكن مجموعة الدراسات اللي صارت بيّنت أنه في عنا خلل كيماوي يعني عنا اضطراب عقلي آخر أو عنا مشاكل بالتربية طيب إذا دكتور جميل خليليني يسألك سؤال يعني أن هؤلاء الأشخاص ما فين إدرجون تحت أنه هن سارقين حرامية يعني أنا اللي ممكن شوفوا عنده هذا الهوس أنا وفتي إلقي عليه هذا اللوم أنه هو سراء حرامي طبعاً لأنه هو مانو سراء هو مانو حرامي أنا أميز عن الحرامي بمجموعة صفحات طبعاً أنا كيف أميزه؟ أنا كيف أميزه؟ أنا كيف أميز وفرق الحرامي من الشخص الذي يعاني من الإضطراب هو السريقة؟ طبعاً أولاً أكيد لا نحن نحن نحكي بجانب قانوني ولكن توفر نية السريقة النية والتخطيط المسبق نحن نقول إنه نية موجودة فهو حرامي نية والتخطيط المسبق معنا موجودين يعني هو شخص ما بيقول أنا مدروع على المحل الفلاني مشان أسرع الموضوع الفلاني أو رح أستغل كذا مشان أعمل كذا أبداً بجلسة ما هو شخص راح واشترى بمئة ألف بعدين سرق شيء بمئةين ليرة أو ثلاثمئة ليرة أو خمسمئة ليرة يعني المسروق لا قيمة له أمام الشيء الذي دفعه هو فهو لا يهتم بقيمة المسروق فإذا ما في نية ما في تخطيط وما في قيمة للمسروق المسروق في الغالب هو ما نو شيء ثمين ما نو شيء يتمنى أنه يحصل عليه وما نو قادر يحصل عليه بشكل روتيني فبيروح بيسرق لا هو شيء في متناوله وممكن يملك منه العشرات ولكن تحت تأثير دافع السرقة بهاي اللحظة هو بيأخذ هذا الشيء ولاحقا ممكن هو يتعامل مع القلق طبعه بأنه هو يرجع هذا يعني هو شخص يحاول أن يتحكم بقلقه فممكن هو يعيش حالي من الإسارة مشابهة حتى يرجع هذا الشيء لمكانه فهو يعاش إسارة الحصول على الشيء وإسارة ترجيعه وبالتالي هو مشكلته مع قلقه وليس مع قيمة المسروق دكتور الوقت الداهمنا للأسف خلينا نعطي العلاج بشكل سريع لو سمحت خاصة إذا عندنا أطفال عم نبعثهم على المدارس وبيرجعوا بشنة طبعهم في شغلات نحن موصاينهم ما تاخدوهم تمام هلأ مو كل طفل بيرجع بشنته أشياء هو عنده هو السريقة أحياناً بيكونوا الأطفال بيغيروا فعلاً وبيتمنوا الحصول على الأشياء الثانية وبدوا هنا نخاطب عقولهم ونقولهم أنه أنت شو اللي حقك وشو اللي محقك الطفل عادةً بيبلش يروعوا على المدرسة بعمر ست سنوات بهي المرحلة معظم الأطفال بيكونوا استدمجوا القانون الاجتماعي وقانون الملكي إنما بعض الأطفال ممكن يكونوا ما استدمجوا تحديداً لما بيكونوا الأسر ما عندهم تربية واضحة وما عندهم وضوح بالقوانين وما أدروا يوسطوا لأبنهم الأفكار اللازمية إذا كان فيه اضطراب نفسي يجب على هذا الاضطراب النفسي أن يعالج من الخبرة السررية من الله أنه معظم الناس اللي عندهم هاي النوع من الاضطرابات ممكن يتحسنوا لما نحن منعالج الاضطراب المرافق لأنه كمان معظم الناس اللي عندهم اكتئاب قلق أنوريكسينيرفوزا وسواس لما منعالج هذا الاضطراب بيتحسن هو السريقة عندهم بالتربية يمكن حكينا المفاتيح الأساسية لازم تكون التربية متسقة في تناغم بين القوانين الصادرة من الأب والأم في قانون واحد عم يحكم كل الأسرة وفي مرونة وفي مرونة وفي وضوح وضوح لكل الأشياء المطلوبة ومبررة عقليا لازم نخاطب عقول الأطفال ما نعتمد فقط على الصح وخطأ أو حرام والتوبيح والعقاب بالثواب والعقاب بس لا لازم يكون مخاطبي للعقل لأنه أحياناً الطفل يصير يفكر أنه هو كيف فيني أنا وأنا هلأ معا بقول تفسير لهذا الموضوع ولكن عم بطرح فكرة كيف فيني أنا أعمل هذا السلوك دون أن أحصل على العقاب صار صراعي تماماً مع أنه كيف فيني أتجنب العقاب سوي الشي فأنا ما بهمني شي اللي انسرق أنا بهمني أقوم بالفعل وما أحصل على عقاب وبالتالي أنا كأني عم بتعامل مع ألأي بطريقة مختلفة بالختمة ما ضلغني تشكرك وانتشكر وجودك معنا كنت معنا دكتور جميل ركاب استشاري بالطب النفسي سعد لي صباحك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا شكراً لألك دكتور فعلا فهمنا فكرة واضحة وطويلة عن هذا الموضوع